اشهد العالم السعودي الشيخ عبدالله عبدالعزيز المصلح في حوار حصري مع موقع الشروق أونلاين بسلمية الشعب الجزائري وحضارته منذ بداية الحراك في 22 فبراير 2019 التي أبهرت العالم كله كما لم يخفي فضيلة الشيخ خوفه من الفتنة والعنف حيث قال أصدقك القول منذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر ويدي على قلبي مخافة الفتنة والشقاق والعنف لكن الحمد لله سلمية الجزائريين وتحضرهم أذهل العالم وأتمنى أن تتحقق مطالب الجزائريين وأن يحافظوا على سلميتهم ووحدتهم وبلدهم ويصلوا إلى بر الأمان ومع ذلك أنا لا أحب أن أتحدث في السياسة لأني لست مختصا فيها